واستجابت هيئة النزاهة للملفات التي عرضتها وانيوز مؤخرا بشأن عمليات غسيل الأموال والاستحواذ على قطع الأراضي التي أقدم محافظ الأنبار علي فرحان بالسيطرة عليها بطرق غير مشروعة وقال مصدر في الهيئة إن قرارا صدر من الهيئة بالتحقيق العاجل في الأراضي التي استولى عليها محافظ الأنبار السابق علي فرحان ووجهت الهيئة بمتابعة التحقيقات بعمل الجمعية التعاونية للإسكان التي قام المسؤول السابق من خلالها بالاستحواذ على 12 ألف دنم من الأراضي التابعة لوزارة المالية وقام بفرزها بطرق غير قانونية ثم بيعها الجمعية التعاونية للإسكان التابعة لمحافظ الأنبار السابق علي فرحان تملك تعشرات الأراضي بطرق غير قانونية ورجح المصدر صدور أمر قضائي بالقبض على المحافظ السابق بتهم فساد مالية وذلك بعد استدعائه للتحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة